موسيقى اصعد الله مساءكم بكل خير اهلا بكم الى هذه الساعة الاخيرة نقدمها لكم من قناة الاخبارية السورية في دمشق والبداية مع العنو الجيش تقدم في محيط تدمر بريف حمص ويقضي على عدد من الارهابيين بحي المنشية في درع موسكو العدوان الامريكي دليل على عدم رغبة واشنطن في التعاون بمحاربة الارهاب وكوساتشوف يقول ان ترامب يسير في طريق خطير في حال فرضه عقوبات جديدة على روسيا الساعة الاخيرة بدأت اهلا بكم موسيقى 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 استعاد الجيش العربي السوري السيطرة على السفوح الجنوبية لجبل المزبد واتلة التاش في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي فيما تمكنت وحدات الجيش من القضاء على عدد من ارهابي جبهة النصرى حاولوا التسلل الى عدد من النقاط العسكرية في حي المنشية بدرع تقدم جديد يحققه الجيش العربي السوري بريف حمص الشرقي السفوح الجنوبية لجبل المزبد وتلة التاج في محيط مدينة تدمر موطئ قدم وحدات الجيش العربي السوري تحصينات تنظيم داعش الارهابية لم تصمد امام التكتيك العسكري الذي اتبعته وحدات الجيش الضربات الدقيقة لسلاح الطيران والمدفعية مهدت الطريقة امام وحدات الجيش لتبسط سيطرتها على السفوح وتقضي على عدد من ارهابي تنظيم داعش بهذا التقدم تكون وحدات الجيش قد وسعت من نطاق الامان حول مدينة تدمر وفي درع محاولات ارهابي جبهة النصرى التسلل الى عدد من النقاط العسكرية في حي المنشية بدرع البلد من اتجاه مدرسة معاوية باءت بالفشل وحدات الجيش العربي السوري تمكنت من احباط هجوم الارهابيين واوقعت اعدادا منهم بين قتيل ومصاب ودمرت اسلحتهم مصدر عسكري اكد ان وحدات الجيش العربي السوري تمكنت من خلال تنفيذ رمايات دقيقة من القضاء على كامل مجموعة ارهابية من تنظيم جبهة النصرى مكونة من ثمانية ارهابيين على طريق صيدة الغارية الغربية بالريف الشرقي لدرعا محيط مدرسة الخنساء والطرف الشمالي لحي الكركة كانت هدفا لرمايات نارية من قبل وحدات الجيشة ما اسفر عن ايقاع قتلى ومصابين في صفوف الارهابيين وتدمير دشمة رشاشة ومربض هاوين اشتركوا في القناة اعلن وزير الخارجية الكزاخستاني خيرات عبد الرحمنوف ان التحضيرات جارية الاجتماعي استنى المقبل حول سوريا والمقرر اجراؤه الشهر القادم ونقلت وكالة نوفوستي عن عبد الرحمنوف دعوة بلاده جميع الاطراف السياسية المعنية والمهتمة بتحقيق تسوية سلمية للازمة في سوريا دعاها الى دعم عملية استنى وكذلك محادثات جينيف التي تجري تحت مظلة الامم المتحدة واشار الوزير الكزاخستاني الى ان بلاده تنتظر حاليا الحصول على المزيد من المعلومات من الدول الضامنة لعملية استنى بشأن الاجتماع المخطط له في طهران ومن ثم اجتماع استنى في الثالث والرابع من الشهر المقبل اعتبر الكريملين ان العدوان الامريكي على سوريا يؤكد ان واشنطن لا تريد التعاون مع روسيا قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال ان الجانب الامريكي ظهر بهذا الشكل عدم وجود اي رغبة له في التعاون حول سوريا باي شكل وعدم اخذ المصالح المتبادلة لموسكو واشنطن بعين الاعتبار واكد بيسكوف ان جدول اعمال الرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن حاليا عقد لقاء مع وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون خلال زيارته الى موسكو في الثاني عشر من الشهر الجاري مضيفا انه لا يوجد بديل لعملية جينيف رغم انها تستغرق زمنا اكثر مما يأمل الجميع جددت وزارة الخارجية الصينية تأكيدها موقف الصين الداعي للحفاظ على سيادة سوريا والرافض لاستخدام القوة العسكرية ضدها ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوات شون يينغ قولها ان اعربت دائما عن رفضها استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية ودعوتها للحفاظ على سيادة الدول مشددة في هذا السياق على ان الازمة في سوريا لا يمكن حلها الا بالوسائل السياسية واضافت المتحدثة ان الامر يرجع الى الشعب السوري ليقرر مستقبل بلاده معربة عن استعداد الصين للعمل مع جميع الاطراف لحل الازمة في اقرب وقت ممكن مواقف ايرانية تؤكد ان العدوان الامريكي على سوريا لم يستند الى اي مبرر قانوني وانه يتعارض مع جميع القوانين الدولية موقف ايراني صارم وواضح ضد العدوان الامريكي على سوريا تجل في العديد من التصريحات احدثها ما اكده الرئيس الايراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي بان العدوان الامريكي على سوريا لم يستند الى اي مبرر قانوني روحاني اشار الى ان الارهابيين تكبدوا خسائر جسيمة مؤخرا وقد يكون هدف العدوان تخفيف الضغط عليهم امر الذي قام به الامريكيون لم يتمشى مع الحقوق الدولية ولا الحقوق المنطقية ولا مصالح الدول ولا مصالح المنطقة وهم يخطأون كل تلك الدول التي رحبوا بالخطوة الامريكية لان الارهابيين هم تحملوا هزيمتين كبيرتين في حلبة وفي الهجمات التي في الاسابيع الماضية في منطقة حماء هم تحملوا هزائم وخصائر كبرى وقد تكون هذه العملية لردع الصدق الذي تحمله الارهابيين وهذا عمل غير مقبول رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لارجاني بدوره اكد ان العدوان الامريكية على سوريا يتعارض مع القوانين الدولية ويدعم الارهاب محذرا من مؤامرة يجري تنفيذها الان في المنطقة لافتا الى ان هذه المؤامرة قد تم التخطيط لها منذ فترة ووجدت ذريعة لمغامرة جديدة في المنطقة معتبرا ان العدوان الامريكية على سوريا بداية لسلوكيات سيئة في المنطقة وزير الخارجية الايراني جواز ظريف من جهته اكد ان العالم لا يزال يقدم على خطوات غير مدروسة واحادية مبنية على اتهامات مزيفة قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي خامنئي كان شدد ان العدوان الامريكية على سوريا خطأ استراتيجي مشيرا الى ان الامريكيين يكررون اخطاء اسلافهم ومتوقعا ان ينالهم قريبا من جرائم وخطر الارهابيين كما نال الاوروبيين قبلهم نظم مواطنون وناشطون يمنيون وقفة تضامنية مع الشعب السوري مناددة بالعدوان الامريكي الاخير الذي يأتي كما يقولون لخدمة سياسة التوسع الصهيونية في المنطقة العربية كما استقبلت السفارة السورية في صنعاء وفد المكونات والاحزاب السياسية المناهضة للعدوان السعودي والتي اكدت بقاء موقفها الى جانب الشعب السوري مراسلنا عبدالله اليوسفي والتفاصيل استمرارا لمواقف الشارع اليمني المناددة بالعدوان الامريكي على سوريا نظم ناشطون ومواطنون يمنيون مسيرة ووقفة امام السفارة السورية بصنعاء هتفوا خلالها بالتحية للجمهورية العربية السورية واكدوا على موقفهم الثابت من العدوان الامريكي الذي لا يعتبر جديدا على المنطقة وشعوبها الحرة تضامنية ووقفة معبرة مع اخواننا في الجمهورية العربية السورية والتي استهدفها العدوان الشيطاني الامريكي الذي يستهدف كل ابناء الامر العربية والاسلامية وفي كل الميادين لم يكن يصدق بان امريكا هي رأس الشر وهي الشيطان الاكبر وانها العدو الكبير لهذه الامبة منذ اتفاقيات كامب ديفيد والى الان لا تعبر السياسة الامريكية الا عن نهج امبريالي نهج استعماري تجاه منطقتنا العربية والشاهد على ذلك ما يحدث في مصر وما يحدث في بلدي سوريا وما يحدث في اليمن وما حدث في العراق وفي جميع الدول العربية وحتى الاسلامية التضامن الواسع والدعم الكبير الذي يبديه الشارع اليمني مع سوريا في مواجهة المشروع الاستعماري الامريكي يأتي نتيجة للإدراك العام بان تدخل امريكا جاء لانقاذ موقف الجماعات الارهابية بعد هزيمتها وهو ما يؤكد تبعية تلك الجماعات لامريكا الامريكا هي رعية الارهاب وهي مصنعته وهي التي تصدره للوطن العربي حماية الاسرائيل هذا المخطط انكشف كليا الان بما تتعرض له اليمن وما تتعرض له سوريا وما تعرضت له مصر وما زالت تتعرض لهم من حالة فتنة طائفية كلها من اجل هذا المربع الذي يحيط باسرائيل باسم ابناء الجالي العربي السوري في صنعاء واليمن عموما نرفع كل التنديد واقصى عبارات التنديد بالعدوان الامريكي الصهيوني على سوريا ونحن مع الجيش العربي السوري ومع سوريا ومع قائد سوريا ونقول لابناء سوريا نحن معكم ونحن بحاسيسنا وايامنا كلها نعدها معكم وتزامنت الوقفة الشعبية ايضا مع زيارة لوفد المكونات والاحزاب السياسية المناهضة للعدوان السعودي التي اكدت بقاء موقفها الداعم للجمهورية العربية السورية في كل الظروف ننجدد موقفنا الذي قد علنناه سابقا بوقوفنا الى جانب الشعب السوري والى جانب الجيش العربي السوري ونستنكر وندين في ذات الوقت التدخل الامريكي لسيادة جمهورية العربية السورية امة عربية قومية واحدة اذا استكى منها عضوا تداعت له سائر الاعضاء بهذه المواقف تظل القضية السورية حاضرة لدى الشارع اليمني مهما كان حجم الالم والمعاناة عبدالله اليوسفي الاخبارية السورية صنعا عدد من الاحزاب السياسية وممثلون للطوائف مختلفة في الشعب المصري زاروا مقر السفارة السورية في القاهرة لإعلان تضامنهم مع القيادة والشعب السوري وليستنكر العدوان الامريكي على قاعدة الشعيرات احزاب سياسية وممثلون لطوائف مختلفة من الشعب المصري زاروا مقر السفارة السورية بالقاهرة لإعلان تضامنهم مع القيادة والشعب السوري واستنكارهم للعدوان الامريكي على قاعدة الشعيرات نعلن من جديد تأييدنا لشعبين العربي في سوريا والسمود أخذتها الأسطوري والبسالة جيشنا العربي في سوريا ونعلن لامريكا أن سوريا لن تكون وحدها وأن مصر بملايينها لتعدد 90 مليون مع سوريا قلبا وقالبا الشعب العربي خاصة في مصر يعني أصيب بخيبة أمد شديدة جدا بعد سماع أن هناك ضربة أمريكية على أحد المطارات ومطار الشعيرات على وجه التحديد بسوريا بعد أن حققت سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد والجيش النظامي السوري مجموعة من الانتصارات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا الحضور أكدوا على أن تضامنهم لن يقتصر على الحديث داخل الغرف المغلقة وأنهم سينظمون زيارة تضامنية لموقع الاعتداء في سوريا وتوجيه رسالة واضحة للعالم من هناك كما سنكروا صمت معظم الشعوب العربية إحنا بالفعل إذا كان عندنا الرغبة أن نسافر إلى سوريا لإعلان التأييد من داخل الأراضي التي تم الاعتداء عليها إلا أننا في نفس الوقت بنشتغل بعيد عن كل هذا وذلك إحنا هنا في مصر بنقول إن المعركة واحدة إن المؤامرة واحدة وثمنت السفارة موقف المتضامنين المعبر عن قناعة وتوجهات الشعب المصري دعاية إياهم إلى استمرار التوحد أمام المؤامرة التي تستهدف المنطقة العربية بأسرها وقفة الشعب المصري بجميع شراحه وطيافه متبثلا بأحزاب السياسي التي تعد أكثر ناشين حزب السياسي كالموجود يوم السفرة يقفون جنبا إلى جنبا إلى جنبا إلى قيادة السورية إلى جنب رئيس الجمهوري الدكتور بشار الأسد إلى جنب الشعب السوري وجنب الجيش السوري واتأت زيارة استكمالا لعدد من المواقف التي يتبنها عدد كبير من الأحزاب السياسية والداعم بقوة للدولة السورية في حربها ضد الإرهاب أحمد حسين الإخبارية السورية القاهرة رئيس الكيان الصهيوني رأوفين ريفلين يؤكد أن كيانه سيستمر بتقديم كل ما يستطيع للتنظيمات الارهابية في سوريا وذلك في خطوة تجدد التأكيد على عمق العلاقة بين الكيان الصهيوني والجماعات الارهابية تقرير يامن ديب يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الأدلة حول العلاقة القائمة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وتنظيمات الارهابية في سوريا رئيس الكيان الصهيوني رأوفين ريفلين أكد أن كيانه سيستمر بتقديم كل ما يستطيع للتنظيمات الارهابية في سوريا وبحسب وسائل أعلام العدو فإن ريفلين دعا خلال زيارته عدد من مصابي التنظيمات الارهابية والذين يتلقون العلاج بمستشفى الجليل الغربي في مستوطنة نهاريا إلى الاستمرار في تقديم المساعدة بكل ما يستطيع كيان الاحتلال للتنظيمات الارهابية في سوريا مطالبا بمزيد من الخدمات للارهابيين المصابين في مشافي الاحتلال وقد بثت وسائل أعلام إسرائيلية لقطات جديدة يظهر فيها جنود الاحتلال وهم يصعفون عناصر من التنظيمات الارهابية وسبق لكيان الاحتلال أن أقر بالعلاقة العضوية التي تربطه بالتنظيمات الارهابية عندما اعترف وزير الحرب السابق موشي علون بالتنصيق القائم بين كيانه وهذه التنظيمات وخصوصا الموجودة منها في المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل إقرار يأتي بعد أن أكدت الكثير من التقارير الإعلامية أن كيان الاحتلال يقدم الدعم العسكرية والاستخباراتية المباشر للتنظيمات الارهابية وعلى رأسها جبهة النصر المدرجة على لائحة الارهاب الدولية وخاصة في محافظتي درعا والقنيطرة ويعالج مصابيه في مستشفياته في تركيا نظام تركي واصل متاجرته بأزمة المهجرين السوريين بفعل الارهاب ومرتزقته يقتحمون أحد مخيمات اللاجئين السوريين مما اضطر نحو خمسمائة منهم للهرب الصورة أبلغ من مزايدات أردوغان وأركان نظامه هكذا يساعد نظام أنقرة وأدواته الإجرامية المهجرين السوريين في تركيا خمسمائة مهجر سوري اضطروا إلى الهروب من مخيماتهم في منطقة توربالي شرق تركيا بحثا عن مكان آخر للإقامة وذلك بعد مهاجمتهم من قبل عشرات الأتراك المهجرون السوريون تعرضوا للضرب بالعصي والمناجل ما أسفر عن إصابة ثلاثين شخصا تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة المعتدون على السوريين برروا جريمتهم بأن عائلة تركية اشتكات على عدد من السوريين وهو ما وفر لعشرات الأتراك فرصة للتعبير عن عدوانيتهم تجاه السوريين سكان الحي حطموا الخيام التي نصبتها العائلات السورية ودمروا ممتلكاتهم التي استطاعوا إحضارها للمنطقة وقد لوحظ تجاهل الشرطة التركية لذلك الاعتداء فلم تبادر لوقف جريمة سكان المنطقة بحق المهجرين السوريين وهو ما يناقض مزاعم أردوغان ونظامه بالحرص على السوريين ومصالحهم بل على العكس من ذلك يتستر ذلك النظام على اعتداءات أتباعه على المهجرين داخل تركيا التقت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هادية عباس في موسكو رئيسة الاتحاد النسائي الروسي وذلك في أول أيام زيارتها إلى العاصمة الروسية مراسلتنا من هناك لبناء فياض والتفاصيل بدعوة من رئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا مادفينكا تزور رئيسة مجلس الشعب السوري الدكتورة هادية عباس العاصمة الروسية موسكو الدكتورة عباس التقت في أول أيام زيارتها برئيسة الاتحاد النسائي الروسي وحضر اللقاء السفيرة السورية في موسكو وعدد من أعضاء مجلس الشعب السوري عباس أكدت على دور المرأة السورية في مكافحة الإرهاب كما ثمنت الدور الروسي في دعم سمود الشعب السوري على كافة المستويات تحية للشعب الروسي البطل الذي وقف معنا في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية تحية للجنود الذين ضحوا لتحية الأوطان الذين امتزجت دماؤهم بدماء السوريين فتحية لهم ولأرواحهم الطاهرة بدورها رئيسة الاتحاد النسائي الروسي شكرت الدكتورة عباس والوفد المرافقة لها لزيارتها مؤكدة تنديد الاتحاد النسائي الروسي بالعدوان الأمريكي على سوريا كما وجهت دعوة للاتحاد النسائي السوري لزيارة روسيا من المؤسف أن الإرهاب الذي يصيب سوريا ذات الحضارة العريقة أصابنا الأسبوع الفائد في مدينة بطرسبورغ نتطلع إلى علاقات متميزة مع الاتحاد النسائي السوري الشعب السوري مرتبط تاريخيا مع روسيا والشعب الروسي يتعاطف مع الشعب السوري في أزمته الحالية تستمر زيارة الوفد البرلماني السوري إلى روسيا مدة أسبوع يجري خلالها مجموعة من اللقاءات السياسية والاجتماعية زيارة رئيسة مجلس الشعب السوري إلى روسيا بدأتها بتعزيز العلاقات بين الاتحادات النسائية في البلدين تكريما لدور المرأة في مواجهة الإرهاب للإخبار السورية من موسكو لبنى فياد تحت عنوان سوريا في مواجهة مشاريع الهيمنة الغربية مفكرون عرب يقدمون رؤاهم في ملتقى الحوار القومي العاشر بدمشق برعاية المهندس هلال لهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد ملتقى الحوار القومي العاشر في دمشق حيث استضاف ثلاثة مفكرين عرب قدموا رؤية متكاملة لجوهر الأزمات السياسية في المنطقة وذلك تحت عنوان سوريا في مواجهة مشاريع الهيمنة الغربية الملتقى اليوم له خصوصية لأنه يأتي في ظرف تتعرض فيه سوريا وجيشها وشعبها إلى عدوان مباشر من رأس الاستكبار العالمي من رأس المشروع الأمريكي الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية وحضور هذه القومات الفكرية والسياسية من مختلف أرجاء الوطن العربي من جزائر المغرب العربي من مصر بثقالها التاريخي والحضاري من لبنان من بلاد الشام يذل دلالة قاطعة على أن الكتاب والمثقفون العرب هم من يعبر عن نبض الشعر العربي وليس الحكام الذين هم مرتهنون تماما للقوى الخارجية حوارات الندوى اتخذت من جرائم الإرهاب ضد الدول الوطنية منطلقا لبحث العلاقة بين التنظيمات الإرهابية والمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة من الجزائر استهل الأدب والباحث يوسف شقراء الندوى بالحديث عن دور سوريا القومية وأثره في أجيال متتابعة من أبناء الشعوب العربية أقول لدمشق دمشق تنزلي في القلب قرآن وانبعثي من الأعماق الحان فسبحان الذي أسر بعبده وسواك من الأحلام إنسان الباحث حسن نافع من مصر قدمات سلسلا تاريخيا أوضح فيه أن محاولات استهداف سوريا بدأت منذ حملت دمشق راية المقاومة والدفاع عن الحقوق العربية في الفترة بين 82 وحتى سنة 2000 راحت المقاومة تتساعد ورأينا كيف استطاع حزب الله في عام 2000 أن يحرر الجنوب اللبناني وأن يفرض على إسرائيل أن تنسحب دون قيد أو شرط أو دون أن يكون لها أي يعني الاستسلام الكامل في هذا الموقع وكان هذا يعني إنجازا غير مسبوك في إطار ولذلك بعد 2000 أنا أعتقد أن التركيز أصبح على سوريا وأصبح على فكرة كسر المقاومة في العالم العرب المفكر والباحث اللبناني كريم بقرادوني أكد أن سوريا ستكون لها نهضة على مختلف المستويات بعد ذوال هذه الأزمة والانتصار على الإرهاب إنما الهدف هو تقسيم سوريا وعبر تقسيمها تقسيم لبنان والعراق ومصر وباقي دول المنطقة وأسقاط حل الدولتين في فلسطين لتصبح دولة إسرائيل هي الدولة العظمى في الشرق الأوسط وتحويل الدول العربية إلى دولات متقاتلة كما هي الحال في ليبيا الآن وتقضي الأمانة الفكرية أن نتذكر أن لبنان تعرض ما بين السنوات 1975 و1990 إلى حرب مدمرة بهدف تقسيمه لكن سوريا حافظ الأسد تصدت سياسيا وعسكريا ومنعت تقسيم لبنان منتقى الحوار القومي العاشر حضره عدد من أعضاء القيادة القطرية ووزراء وباحثون جامعيون وكتاب ومفكرون وإعلاميون التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء معاوني الوزراء تعزيزا للعمل المؤسساتي واستنهاضا للخبرات في جميع مفاصل العمل الحكومي تعزيزا للعمل المؤسساتي واستنهاض الخبرات في جميع مفاصل العمل الحكومي للمشاركة بفعالية أكبر في تطوير العمل الإداري وتحقيق التنمية البشرية التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء معاوني الوزراء المهندس خميس لفتا إلى أهمية تبادل الرؤى والأفكار الرامية إلى أحداث تغييرا واضحا في كفاءة العمل خاصة في المفصل الهام المتعلق بعمل معاوني الوزراء وضرورة وضع أفكار جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وظروف الحرب في جميع مجالات العمل مشيرا إلى ضرورة العمل الجماعي ونكران الذات أمام مصلحة وعمل الوزارة ليكون المعاون سلة وصل حقيقية بين الوزير وجميع مفاصل العمل بالوزارة وتم خلال الاجتماع طرح العديد من الرؤى والأفكار لتطوير العمل تجلت في ضرورة تشكيل منظومة من معاوني الوزراء لوضع رؤية لإعادة أعمار سوريا وضرورة رفع مستوى التنسيق الرسمي بين الوزارات من خلال تشكيل فريق عمل من معاوني الوزراء للوزراء ذات العمل المشترك لتلافي التداخل في العمل ليكون بفاعلية وسرعة أكبر وإعادة النظر بالتفويضات الممنوحة لمعاون الوزير وتطويرها لخدمة المصلحة العامة وصرح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تشكيل فريق عمل من الوزراء المختصين العدل والتنمية الإدارية لمراجعة تفويضات معاوني الوزراء ودراسة صلاحيات المعاونين أكد السفير السوري في الهند خلال مؤتمر صحفي أن سوريا سترد على أي عدوان جديد على الأراضي السورية أكد سفير الجمهورية العربية السورية الدكتور رياض عباس في مؤتمر صحفي عقده في نيودلهي أن الحكومة السورية على وشك تحقيق النصر الكامل على الإرهابيين في أنحاء سوريا وبالتالي ليس هناك أدنى احتمال أن تكون قد أمرت باستخدام السلاح الكيميائي الذي لا تملكه أصلا الدكتور عباس أشار إلى أن ما حصل في خان شيخون هو هجوم ملفق نفذه إرهابيون من تنظيم جبهة النصر لحمل الرأي العام على توجيه الاتهامات إلى الحكومة السورية كما فعلوا سابقاً في الغوطة وخان العسل لافتاً إلى أن التنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصر هي المستفيدة من العدوان الأمريكي الذي نفذته على إحدى قواعد الجيش العربي السورية وذلك لأنه مع حلفائه يعتبر القوة الوحيدة التي تحارب الإرهاب في سوريا والمنطقة في ختام المؤتمر شكر السفير باسم الحكومة السورية كل الدول الداعمة للموقف السوري كروسيا ومجموعة دول البريكس مؤكداً للصحفيين أن سوريا سترد على أي عدوان مماثل وستتابع حربها ضد الإرهاب حتى تطهير جميع الأراضي السورية منها تفقد محافظ ريفي دمشق المهندس علاء مونير إبراهيم واقع عمل المشاريع الخدمية والمراحل التي وصلت إليها هذه المشاريع بهدف إعادة تأهيل المنطقة الصناعية جولة على منطقة فضلون الصناعية قام بها محافظ ريفي دمشق المهندس علاء مونير إبراهيم تفقد خلالها واقع عمل المشاريع الخدمية والمراحل التي وصلت إليها هذه المشاريع بهدف إعادة تأهيل المنطقة الصناعية وعودة جميع المنشآت والصناعيين إلى عملية الإنتاج عم نتابع عمال ورشاتنا اللي عم تقوم بتأهيل البنى التحتية لمنطقة فضلون بالإضافة إلى تأمين الطريق البديل لتسهيل عمل الأخوة الصناعية موجودين هون بفضلون والورشات اللي عم تجي اللي إجيتوا بلشت تعود إلى تفتح محلاتها بالإضافة إلى جولة للاطلاع على واقع الكهرباء اللي هلأ مثل ما شهر ورجعت بشوارع بين فضلون وهلأ هم يسمونها فضلون المتحدة فضلون واحد فضلون اثنين إن شاء الله اثنين سيكونوا بالكامل تعود البنية التحتية إلىهم ونحن ندعو منهم الأخوة الصناعيين بالكامل لتجهيز محلاتهم والعودة إلى فضلون وبدأ العمل الصناعي والإنتاج في هذه المنطقة خلال الجولة ناقش المحافظ مع رئيس غرفة الصناعة دمشق وريفها سامر الدبس ومع عدد من الصناعيين ضرورة إيجاد آليات سهلة لعمليات دخول العاملين إلى هذه المنطقة دون وجود إعاقة كبيرة تؤثر سلبا على عملية الإنتاج صلنا سنتين عم نشتغل بهذه المنطقة اللي دمرتها العصابات المسلحة الحقيقة صار فيه إنجاز عمل كبير جدا صارت الحكومة مشكورة صار في حوالي الأربعمائة مليون ليرة من استثمارات في البنى التحتية الكهرباء الصرف الصحي الاتصالات المي نحن كمان كصناعيين تعهدنا بأنه يرجع يديروا عجلة الإنتاج ويرجعوا يبلشوا بالعمل بما عملهم لحد اليوم فينا نقول أنه 48 معمل بلش يرجع لهذه المنطقة ونحن متأملين أنه إن شاء الله 2400 منشأة بهمة الحكومة بهمة السيد المحافظ ترجع تشتغل كله في ختام الجولة تفقد المحافظ عمليات إعادة التأهيل التي بدأت في العديد من أجزاء المنطقة الصناعية من أجل مساعدة الصناعيين في ترميمها كما تفقد مشروع الصرف الصحي الذي أصبح في مراحله الأخيرة آراء في الشارع السوري عبرت عن غضبها واستنكارها لجرائم الإرهاب التي استهدفت المدنيين في مصر رانا حيدر والتفاصيل الشارع السوري عبر عن استنكاره للإرهاب الذي أودى بحياة الأبرياء في مصر مستهدفاً الكنائس في طنطا والإسكندرية جرائم الإرهاب التي تحدث في مصر هي امتداد اليد الإجرامية التي تستهدف أبناء سوريا والعراق وغيرها من الدول العربية طبعاً نحن نستنكر هذا الشيء وهذا عمل إرهابي إرهابي يمتد على كل دول العالم فالإرهاب عندما يضرب في سوريا ومصير نفسه لا يريد أن يضربه بكل العالم للأسف في بعض الدول وقفت ضدنا وضد مصر وضد الأطفال وعم تدعم هذا الشيء فلذلك بدعي كل الشعوب أن توقف معنا وتوقف مع مصر وتوقف الإرهاب والعنف ضد سوريا كلها السوريون أكدوا أن الإرهاب في مصر وسوريا وفي كل مكان لابد سيرتدوا على داعميه ومموليه مؤكدين أن الإرادة الوطنية لابد لها أن تنتصر على كل أشكال الإرهاب الدول العربية بالفعل كلها كلها يتلازم تقف إيد وحدة ضدها لأنه هللي هلق بفكر حاله أنه مستفيد من هالموضوع أكيد يوما ما رح يتأذى إرهاب مستهدف كل فئات الشعب بالوطن العربي كله وبنهاية المطافد يرجع الإرهاب للمصدر اللي هو بعث له عنه اللي شكل الإرهاب عنه وبيدعم الإرهاب عنه استهداف الأشقاء في مصر يعتبر استهدافاً لكل العرب والسوريون يؤكدون تضامنهم ووقوفهم إلى جانب أشقائهم المصريين في معركة واحدة ضد التطرف والإرهاب اشتدت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوى جنوب لبنان اليوم وسط إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية فيما ارتفعت حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها إلى ستة قتلة وأكثر من أربعين مصاباً المخيم شهد اشتباكات متقطعة تركزت على محور حي الطير مفترق سوق الخضار حيث سمع بين الحين والآخر أصوات القذائف الصاروخية والرصاص ما أدى إلى اشتعاد الحرائق في عدد من المحال في سوق الخضار وأكدت قيادات الفصائل الفلسطينية في المخيم أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد إنهاء ظاهرة مجموعة بلال بدر الإرهابية بدورها الجيش اللبناني شدد إجراءاته على مداخل المخيم وعزز مواقعه في محاولة لمنع امتداد الاشتباكات إلى أماكن أخرى وفي العراق استهدفت القوات العراقية تحصينات تنظيم داعش الارهابي في المناطق الغربية لمدينة الموصل وأدمرت عشر سيارات محملة بالذخيرة والعتاد للتنظيم الارهابي في قرية الحمرى بقاطع تل عفر تشتد المعارك في المناطق الغربية لمدينة الموصل العمليات العسكرية الدقيقة للقوات العراقية المشتركة ضد تنظيم داعش الارهابي مكنته من تدمير تحصينات التنظيم موقعة قتلى في صفوف الارهابيين وفيما تمكن الجيش من استكمال تدمير 60% من خطوط دفاعات داعش المحيطة بجامع النور الكبير ومنارته التاريخية الذي يعتبر أحد أبرز معالم الموصل كشفت إدارة مركز المدينة عن تحرير نحو 65% من مساحة الجانب الأيمن والذي كان آخرها تحرير حي المطاحن بعد معارك ضارية بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب ومسلحي التنظيم إنجازات الجيش العراقي في الموصل استكمله بإنجازات في قطع عمل تلعفر حيث تمكن من تدمير عشر سيارات للتنظيم محملة بالعتاد والأسلحة وقتلت من فيها من إرهابيين قضاء تلعفر المحاصر من الحجد الشعبي بغية تحريره من عصابات داعش نفذ فيه الجيش العراقي عدة ضربات أسفرت عن تدمير معملين لتفخيخ السيارات والصناعة العبوات الناسفة ومقتل عدد من الإرهابيين إضافة إلى تفجير جميع العبوات ومعدات التفخيخ داخل المعملين سلاح الجو العراقي كان له دور كبير على الحدود العراقية السورية حيث نفذ عملية نوعية وجه من خلالها عدة ضربات في قضاء القائم على الحدود العراقية السورية ما أسفر عن تدمير وكر لقادات التنظيم الإرهابي فيما استهدفت ضربة أخرى وكرا لمتزاعمي داعش نتج عن مقتل العديد منهم وفي اليمن استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة النظام السعودي في غرب مدينة الربعة ومنفذ علب في عسير وأجيزان بقذائف المدفعية والصواريخ وحقق إصابات مباشرة في صفوفهم استهداف مباشر لتجمعات وتحصينات العدو السعودي في كل مكان يتوجد على الأراضي اليمنية مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تحصينات العدو السعودي في مفرق العبادية فيما حققت إصابات مباشرة في صفوفهم باستهداف تجمعاتهم في الخوبة الشمالية بجيزان فيما لقي عدد من العسكريين السعوديين مصرعهم وجرح آخرون في قصف صاروخيا استهدف تجمعاتهم في موقع الفريضة وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش واللجان الشعبية اليمنية فجرت آلية محملة بالمرتزقة في جبال حام بمديرية لمتون ما أدى إلى مصرع وجرح من على متنها فيما لقي ثمانية من مرتزقة العدوان مصرعهم برصاص الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صاروخ بينما واصل طيران النظام السعودي اعتداءاته مستهدفا مناطق مأهولة بالمدنيين في جزيرة كمران وعدد من المديريات منها الخوخة والحال بمحافظة الحديدة كما شن غارات على منطقة كهبوب في محافظة لحج وشرق يختل والزهاري ومنطقة النجيبات بمديرية المخى وبالقرب من جبل النار مستخدما القنابل المحرمة دوليا منها الفوسفورية والعنقودية ليؤكد باستخدامه لهذه الأسلحة أن الهدف الأول لهذا العدوان هو القضاء على كل أشكال الحياة اليمنية توعد المرشح إمانويل ماكرون بأن ينهي في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية الاتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا وبمطالب كثيرة إزاءها وإزاء السعودية ولأسيما فيما يخص دعمهم للمنظمات الارهابية التي هي عدو لفرنسا في معركة انتخابية طاحنة فرضت الأحداث الإرهابية الأخيرة عنوانا لها يتنافس المرشحون الرئاسيون لإيجاد أفكار قوية ومفاجئة تسحق خصومهم في استطلاعات الرأي التي لا تزال تكتسي أهمية بالغة قبل الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية المرشح الوسطي الأوفر حظا في الانتخابات الفرنسية إمانويل ماكرون والذي لا ينتمي لأي حزب استخدم في مقابلة تلفزيونية لقناة بي اف ام تي في نوعا من هذه الأفكار المفاجئة على الأقل بالنسبة للجمهور الفرنسية حيث أكد أنه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سينهي الاتفاقات التي تخدم مصلحة مشيخة قطر في فرنسا كما ستكون لديه مطالب كثير إزاء قطر والسعودية في مجال السياسة الدولية ماكرون الذي أقر دمنا بتمويل نظامي الدوحة والرياض للإرهابيين في سوريا طالبهما بمزيد من الشفافية الجدية فيما يتعلق بالدور الذي تؤديانه في التمويل أو في الأعمال الذي يمكنهما القيام به تجاه المجموعات الإرهابية التي هي عدوة فرنسا في بعض الأحيان ما يقف عائقا هو أن التمويل الذي يصل للإرهابيين في سوريا هو تمويل خاص وليس من الأنظمة الحاكمة لكني سأطلب من هذه الأنظمة القائمة أن تضمن لنا وقف هذه التمويلات استطلاعات الرأي وقبل أسبوعين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تظهر أن ماكرون ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان متعدلان إلا أنها تبين أن المرشح الأول سيكتسح منافسته بفارق كبير في دورة الانتخابات الثانية التي تجري بعد أسبوعين من الدورة الأولى يذكر أن الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوى أولند وسلفه نوكولاس ساركوزية قدم الكثير من التسهيلات لمشيخة قطر للحصول على استثمارات فرنسية ضخمة رغم علمهما بدعمهما للإرهابيين في سوريا أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في طريق خطير في حال فرضه عقوبات جديدة على روسيا لدعمها الحكومة السورية كوساتشوف قال أن ترامب وفي حال إقدامه على هذه الخطوة سيقطع طريق التراجع على نفسه ويدمر الجسور التي كان يمكن بناؤها مع روسيا مشيرا لأن التصريحات حول إمكانية تشديد العقوبة ضد روسيا وإيران لدعمهما سوريا تؤكد أن ترامب لم يحقق أي من أهدافه من الضربة الصاروخية على قاعدة الاشعيرات الجوية التابعة للجيش العربي السوري فجر يوم الجمعة الماضي بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه الساعة الأخيرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين موسيقى الجيش يتقدم في محيط تدمر بريف حمص ويقضي على عدد من الإرهابيين في حي المنشية بالدرعب موسيقى وتابعنا أيضا كوساتشوف الرئيس الأمريكي ترامب يسير في طريق خطير في حال فرضه عقوبات جديدة على روسيا موسيقى في الختام نشكر لكم هذه المتابعة بأمان الله موسيقى موسيقى موسيقى